أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن حمد القاضي أدو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا أهلا بيك كريم متقلق دايما أهلا بيك وبضيوفك و بكل جمهورك الكريم حبيب نورنا ربنا يكرامك نورك عادة كنت لسه بتكلم في دقيقة قبل الفاصل أنه النص التاني من الموسم تحديدا بتبدأ بقى البيانات وتبدأ الناس تدائق من الحكام ويبدأ يتقال كلام وأن الحكام عندنا مش مؤهلين وما عندناش كواليتي والحكام هات الحكام الدوليين بس معنا كده كم جملة كده دايما في الموسم التاني من الموسم مع كم بيان يعني من كل الأندية تقريبا صحيح عاشين الأجواد دي إزاي بقى أنت فرانك طبيعي طبيعي يا حقوق أول لما توصل لمرحلة المنافسة بقى ومرحلة بتحديد المراكز الأولى وتحديد المراكز الهبطة ده بيحصل طبيعي أن الناس بتطالب بالكلام ده فإحنا خلاص إحنا متعودين على كده ومستعدين وجاهزين لكده وده السيناريو إحنا حافظين وخلاص متعودين عليه مستعدين لإزاي بقى مستعدين بنوعية الحكام كوالية الحكام بتدريب الحكام وتجهزة واختاري الحكم المناسب صاحب الدوافع صاحب الخبرات اللي ممكن يديري المبرارة دي ويطلعها لبرى الأمان حلو طبعا إحنا بناخد بالأسباب والتوفيق بتعرض بنا وارد طبعا أخطاء تحصل وارد الناس تزعل لكن في الأول وفي الآخر أنت بتكتهد وبتعمل عليك والتوفيق بتعرض بنا حلو أنا هديك مثال فضل الأهلي النهاردة مثلا بحسن معلوماتنا يعني من جوة النادي الأهلي إنهم كانوا مدقين جدا من طاقم تحكيم المبرارة النهاردة من الحاكم السهل وقال لك إنه لا إحنا عايزين حكام دولي حيب ننفس على اللقب للأهلي زي ما قالك بكرة هيقول لك كده هيقول لك لا أنا عايز ما يحكمنيش للحكام دوليين لأن ده اللي بتصريع على الهبوط غريباً هيقول لك إحنا ده مستابة للفريق في الدوري فأنا عايز حكام دوليين تعمله بقى في الأمور اللي زي كده هو السؤال بس كلمة حكم دولي يعني يعني حكم ما بيغلط لا الحكم الدولي والحكم الصغار وحكم الكبير كل الناس بتغلط كل الحكام بتغلط لكن إحنا لنا فلسفة في التعين بالتأكيد الحكم الدولي حكم خبرة وعنده خبرات صف تاني وعندنا صف تالت بالتأكيد إحنا مجهزين الصف التاني اللي إحنا هندفع به وراء الحكام الكبار اللي هيطلع من القائمة الدولية يبقى منجهز الصف التاني كمان إحنا لنا فكر إن إحنا نخلي الحكم ببالي دافع مش مجرد الحكم الكبير اللي بيينزل وراء خلص هو تعود على أجواده بخبريته وبيخلص المباراة لكن إحنا كمان اللي همنا إن إحنا نخلق الدوافع نخلق التنافس بين الحكام الصغيرة وبين الحكام الكبيرة وده في الآخر لصالح التحكيم المصري طول ما فيه تنافس فيه مستوى أعلى في التحكيم المصري